الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب وهما يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد فيقول الناظم رحمه الله وإن يكن بودي لا راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد والثابت المقبول إن هو سليم من المعارض فبالمحكام سم وحيث لا والجمع فيه يحتذا فإنه مختلف الحديث ذا وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ هذه مباحث جديدة من المباحث الحديثية التي يذكرها الناظم رحمه الله تعالى فتكلم هنا عن الحديث المقلوب وإن يكن بودي لا راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد هذا البيت سقط في بعض النسخ فانتبهوا تما في نسخات ابن سيد محمد الشنقية رحمه الله تعالى إذا تقرروا البيت وإن يكن بودي لا راو من السند إما عمدا بأن يكون السند مشهورا بسالم مثلا فيبدله بنافع وإما سهوا والتباس كمرة بن كعب يبدله بكعب بن مرة ويصدق عليه المعلل أيضا قال وإن يكن بودي لا راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد إذن قال أو سند أو بدل سند إما عمدا لامتحان حفظ المحذث كما وقع للإمام البخالي رحمه الله وسندقر قصته بعون الله عز وجل فهو مقلوب وفي المتن ورد فهو مقلوب سند وفي المتن ألضى ورد كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلمين لا تعلم يمينه ما تلفق شماله إذن حديثنا يتعلق بالمقلوب قال أهل العلمي المقلوب اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه يقال قلبه يقلبه أي حوله عن وجهه وقلب الشيء أي حوله ظهرا لبطن أما في استراح المحذثين فيقولون إبذال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه بتقديم أو تأخير ونحوه هكذا يقول علماؤنا أي المقلوب هو أن يجعل الراوي الحديث أو أن يجعل الراوي حديثا لغير صاحبه إما عمدا كأن يقصد به الإغرابة أو الامتحان وإما وهما أو سهوا أو خطأ ولهذا يقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المتن كما قال النظم رحمه الله فالقلب قد يكون في السند وللقلب في السند أربع صورين أولا إبذال راوين براوين آخر إبذال راوين براوين آخر مثله في نفس طبقته مثاله ما رواه الحاكم عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث في المستدرك فقد وقع قلب للإمام الحاكم رحمه الله مع جلالته وضبطه في هذا العلم وقع له قلب في هذا السند فالذي يروي الحديث هو يعقوب بن سلمة الليثي وليس بيعقوب بن أبي سلمة الماجيشون كما توهم الحاكم رحمه الله تعالى وسبب توهم الإمام الحاكم أن كلا الراويين في طبقة واحدة وكل واحد منهما يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فأبذل الحاكم وهذا يقع لكل إنسان الإنسان ضعف أبذل الإمام الحاكم رحمه الله أحدهما ما كان الآخر وقع له وهم رحمه الله القسم الثاني أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه واسم أبيه وهذا يقع كثيرا كحديث مروي عن كعبي بن مرة كما سمعتم فيرويه الراوي عن مرة بن كعبي ثالثا أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغرب كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع نعم ومن كان يفعل ذلك من الرواه حماد بن عبر النصيبي ومن هنا كره المحذثون تتبع الغرائب مثاله حديث رواه حماد النصيبي وهو من المذكورين بالوضع ومن أحاديثه المقلوبة عمدا للإغراب ما رواه عن الأعماش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعماش وإنما هو محروف عن سوهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يصرق الحديث سنفصله إن شاء الله تعالى في ألفية السيوط إن بارك الله تعالى في العمر قلوا الإمام العقيري هذا الحديث لا يعرف من حديث الأعماش وإنما يعرف من رواية سوهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك في الضعفة فجعل حماد بن عمر حديث سوهيل بن أبي صالح للأعماش ليغرب به ويرغب الناس إليه القسم الرابع أن يأخذ سند متنين فيوضع على متن آخر ويأخذ المتن الأول فيركب على السند الثاني يأخذ المتن الأول فيركب على السند الثاني مثاله ما ذكره علماؤنا بالقصة التي وقعت للإمام البخاري وهي قصة صحيحة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره هذه القصة وقعت لأمين المؤمنين في الحديث وشيخ مشايخه في القديم والحديث الإمام البخاري رحمه الله عند دخوله بغدادة حيث اجتمع عليه علماء بغدادة ليمتحنوه فقاموا إلى مئة حديث فقلبوا موتونها وأساندها وانتم وإله الحم تفرقون بين المتن والسند ودفعوا كل عشرة أحاديث منها إلى واحد من الحفاظ وأمروهم بإلقاء ذلك إلى الإمام البخاري فلما اجتمعوا واطمأنا بهم المجلس قام الأول فسأله عن الأحاديث المقلوبات العشرة التي يحفظها حديث حديثة والبخاري لا يزيد على أن يقول عند إلقاء كل حديث على قوله لا أعرفه هكذا إلى تمام العشرة فكان أهل الصنعات ممن حضر المجلس من أهل الحديث يلتفت بعضهم إلى بعض يقولون فاهم الرجل فاهم الرجل ومن كان من غير أهل الصنعات يحكم على البخاري بقلة العلم والتقصير هذا هو البخاري الذي تتحدث عن حفظه وعن تمكنه ثم انتدب إليه الثاني فصنع مثل ما صنع الأول والإمام البخاري رحمه الله يجيبه كما أجاب الأول لا أعرفه وهكذا حتى انتهى العشرة فلما انتهى التفت الإمام البخاري إلى الإيمان أو إلى الأول انتفت لإمام البخاري إلى الأول فقال له أما حديثك الأول فهو كذا وكذا وحديثك الثاني فهو كذا وكذا وهكذا إلى تمام العشرة فرد المتون إلى أسانيدها والأسانيد إلى متونها وفعل مع الآخرين كمثل الأول فأذعن له الجميع بالفضل وأقر له بالحفظ والإتقان بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتعجب من حفظه ليس غريبا أن يحفظ الإمام البخاري رحمه الله قال وإنما الغريب أن يحفظ تلك الأحاديث في المجلس نفسه وأن يحفظ من قالها ثم أن يرتبها فأذعن له الجميع بالتمقون والفضل وأقر له بالحفظ والإتقان والضبط وممن كان يفعل ذلك لقصد اختبار حفظ الراوي شهباته فإذا قلب على محذيث أحاديثه ينظر ويتأمل فإن وافقه على الحديث المقلوب علم أنه غير حافظ وإن خالفه تبين أنه ضابط متقن إذن هذا القسم الأول الذي يتعلق بالسنادي القسم الثاني القلب في المتني إذن هذا القسم فسره العلماء بأن تعطي أحد الشيئين ما يستحقه الآخر أو ما شبه ذلك مثاله ما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم فهذا المتن فيه قلب فقد رواه البخاري ومسلم بلفظه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذن وقع التغيير في المتني ومن أمثلته أيضا حديث أونيسة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فاكلوا شربوا وإذا أذن بلان فلا تأكلوا ولا تشربوا كذا وقعت روايته عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وهو مقلوب وأصله من حديث سيدنا بن عمار رضي الله عنهما إن بلانا يؤذن بليل فاكلوا شربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ورب سائلين يسأل ما هي الأسباب الحاملة على القلب قال العلماء تختلف الأسباب التي تحمل بعض الروات على القلب وهذه بعضها على سبيل الاختصار أولا قصد الإغراب وذلك من أجل ترغيب الناس في رواية حديثه ورسال بشر كي يأخذ عنه كما مر معنا في المثال السابق في حديث حماد النصيبي وهذا يكون من نوع المختلق الموضوع ثانيا قصد الامتحان من باب الامتحان وكذلك من أجل التأكد من حفظ المحذيث ومن تمام ضبطه كالقصة التي وقعت مع الإمام البخاري ثالثا الوقوع في الخطأ والإنسان يقع في الخطأ من غير قصد كما مر في مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمرتكم بشيء فأتوه وفي مثال حديث أنيسة إذا أذن ابن أم مكتوم إذن هذه بعض الأسباب حكم القلب قال أهل العلم إن كان القلب بقصد الإغراب فلاش كفي أنه لا يجوز لأن فيه تغيير للحديث وهذا من عمل والضاعيم وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحذيث وأهليته وهذا بالشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلسي أن يبين الراوي الصحيحة قبل أن ينفضل مجلسه ثالثا وإن كان عن خطأ وسهوين فلاش كأن فاعله معذور في خطائه لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفة كما مر معنا سابقة أما الاحتجاج بالحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المرضود كما هو معلوم فلا يحتج به وهناك من إلف في هذا هناك رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للحافظ أبي بك العلي بن أحمد بن ثابت المسمى بالخطيب البغدادي ولم أطلع على هذا الكتاب وهو موجود والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب ثم قال النظم رحمه الله الثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم ويقصد أن الخبر الثابت إذا سلم من المعارض له كان مساويا أو أقوى فيسمى بالمحكم وغالب الأحاديث من هذا النوع قال فبالمحكم سم أي سمه سم فعل أمر من وسمة بمعنى ميز وبعضهم قال سمي بالكصر من سما تسمية وهو بعيد والله أعلم فإذا وسم يسم سم واسما وسمة فهو واسم والمفعول موسوم وسمى المرأة أو الدابة جعل له علامة يعرف بها وسمى فرسه كواه فأثر فيه بعلامة فما هو المحكم لغة واصطراحة المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب من حيث اللغة والذي لم ينسخ منه شيء وقيل ما لم يكن متشابهة لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره ولهذا قالوا المحكموس منفعولين الأحكام يحكم إحكاما أتقن فلان أحكم الأمر أتقنه وأحكم الرأي أتقنه ومنعه من الفساد أما في الاصطلاح هو الحديث المقبول السالم من معارضة حديث آخر مثله في قبول وهو الذي يعمل به بلا شبهة وعليه كل ما لم يعارضه حديث آخر فهو محكم وأمثلة هذا النوع من الحديث كثيرة جدا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله الحديث في الصحيح وحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكذلك وهو أيضا حديث في صحيح مسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء كما في صحيح البخاري فهذه الأحاديث وما يماثلها كلها محكمة لا تعارضها أحاديث أخرى فتعمل بها بلا شبهة وأكثر الأحاديث في السنة النبوية من هذا النوع واصلنا فالإمام عثمان بن سعيد الدالمي كتابا كبيرا قالوا إنه مفقود وهذا النوع من فنون الأحاديث المهمة وذلك أن صلاحية الحديث العمل به فوق صلاحيته للقبول إذ العمل يحتاج إلى أهلية نظر في الحديث ومعرفة ما يتصل به من فقه ولغة وضبط وناسخ ومنسوخ وهكذا من الشروط التي قام بها علم أصول الفقه واختلاف بين صلاحية الحديث للقبول وصلاحية للعمل وجدنا من الأئمة الكبار المعول عليهم في هذا الفن من قد يترك العمل بظاهر حديث صحيح يراه ويعلمه بكون الدليل قد قام عنده على خلافه إما بتخصيصه أو تقييده أو نسخه أو تأويله أو معارضته لظاهر حديث آخر أو آية من كتاب الله تعالى ولهذا قال الإمام مالك وكان يقول أقل من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم بتأويلها ثم قال رحمه الله لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها بصوتيني وأني لم أحدث به انظروا إلى ترتيب المدارك وإلى ما ألفه علماؤنا في هذا الباب وكان رحمه الله يارى العمل بخلاف كثير مما يروي وقد أولد الخاطيب بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دوكين قال كنت أمر على زفر من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة فيقول يا أحول تعالى حتى أغربل لك حديثك فأريه ما قد سمعت فيقول هذا لا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا ما دفع الإمام الشريف تلمساني رحمه الله تعالى أن يؤلف مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول هذا الكتاب العظيم حيث ذكر شروط الدليل وموضوع الكتاب ومحتوياته اختلف فيه علماؤنا رضي الله عنهم الذي سمي بمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول العنوان لم يقع فيه الاختلاف نعم فيمكنه أن نفهم مقصود الكتاب من عنوانه فهو دليل على أن مضمون الكتاب إنما هو تخريج الفروع على الأصول لكنهم اختلفوا في موضوعه في موضوع الكتاب إلى قسمين هناك من يقول بأنه كتاب في علم التخريج الأصول واستذلوا على ذلك بأذلة فقد صرح الإمام الشريف التلمساني رحمه الله سبحانه وتعالى أن كتابه موضوع في علم تخريج الفروع على الأصول كما هو واضح من عنوان الكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول وتصريحه كذلك في مواضع كثيرة من كتابه بما يؤكد نفي كونه في كل من علم أصول الفقه أو في علم الفقه بأصالة على كل حال هذا قول أول قول الثاني قالوا بأنه كتاب خالص في أصول الفقه فهو كتاب أصولي موجز لشموله الكثير من موضوعات الأصول وقد أكثر فيه من الفروع الفقهية في مواضيع كثيرة الأمر الذي دعا كثيرا من الباحثين إلى ضمه إلى كتب التخريج فهذا كل حال لا ضير في اعتباره من كتب التخريج لأن الكتاب مؤلف في هذا الفن أصالة والدلع على ذلك هو العنوان وكذلك يمكن أن نعتبره كتابا أصوليا لأن الكتاب حوا على جانب أصولي من مباحثه الذي يهمني أنه تكلم عن الدليل وعن شروطه وما يتمسك به المستدل على الحكم من الأحكام في المسائل الفقهية فقال وقسمها إلى جنسين فهناك الجنس الأول دالين بنفسه وهو نوعان أصل بنفسه وهو صنفان ولازم عن أصل أصل بنفسه قال أصل النقلي وأصل عقلي فالأصل النقلي يشترط فيه السند والأصل النقلي ينبغي أن يكون متضح الدلالة أو الدلالة والأصل النقلي ينبغي أن يكون مستمر النقلي وأن يكون راجحا على كل ما يعارضه هذا الجنس الأول دليل بنفسه وهو نوعان أصل بنفسه وهو صنفان أصل النقلي ويشترط فيه ما ذكرنا وأصل يعني عقلي إذن أصل بنفسه ولازم عن أصل أما الجنس الثاني فهو متضمن للدليل لدليل فذكر الإجماع وذكر قول الصحابي وهذا الكتاب جذير بالاهتمام فإذا لما تكلم عن الأصل النقلي قال ينبغي أو ذكر الشروط في ذلك أن يكون صحيح السند فإذا الحديث الضعيف لا نحتج به أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه أن يكون متضح الدلالة على الحكم المطلوب أن يكون مستمرة الأحكام أن يكون راجحا على كل ما يعارضه أربعة شروط عقد في كل شرط بابا رحمه الله تعالى أرجعوا إليه ففيه من الفوائد والضرر الشيء الكثير ثم قال رحمه الله وحيث لا والجمع فيه يحتذا فإنه مختلف الحديث ذا والمعنى وحيث لم يسلم المقبول من المعارض وأمكن الجمع بينهما فإن هذا يسمى بمختلف الحديث إذا كان متساويين لهذا قال وحيث لا يسلم من المعارض بأن عارضه مقبول مثله أما المردود فلا أثر له لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف قال والجمع فيه والحالة والجمع فيه بينه وبين المعارض بغير تعسفين بغير تكلفين فيه يحتذا أي يتبع فإنه مختلف الحديث فإنه مختلف الحديث فما هو مختلف الحديث عند علمائنا المختلف اسم فاعل مختلفة يختلف اختلافا وهو ضد التفق يعني هو غير متفق أو متناقض أما عند علماء الحديث أن يأتي حديثان مقبولان متضادان في المعنى ظاهرا فإذن قالوا المقبول لأن غيره من الأحاديث الضعيفة الواهية لا تدخل في هذا المجال ولا نحتاج إلى الجمع بينهما فلهذا ذكر القبول وأن يأتي حديثان مقبولان متضادان في المعنى ظاهرا من حيث الظاهر ويمكن الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع بين مدلوليهما بشكل مقبول كما قال علماؤنا جزاهم الله خيرا فهذا التعريف يعني تعريف جامع بحول الله تعالى فقد عرفه علماء المصطلح بتعريفات كثيرة مثلا ذكر الإمام النووي رحمه الله قال مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال كما في شرح النخبة ماذا قال؟ قال هو الحديث المقبول إن عورض بمثله وأم كان الجمع بينهما ومن المعاصرين الدكتور نردين عيث رحمه الله قال هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنا باطلة أو تعارض مع نص شرعي آخر فمن خلال هذا التعريف كما تبين نعلم أن الحديث لا يكون مندرجا في هذا النوع من علوم الحديث إلا إذا تحققت فيه شروط أربعة الشرط الأول أن يكون الحديث من نوع المقبول وهو قاسيم المردود ومقتدى هذا أن الحديث المردود لا يشمله مختلف الحديث لأن دفع التعارض ولأن البحث عن مسالك التوفيق بينما تعارض من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالثابت من السنن وبالمقبول من الأخبار أما المردود يعني الذي يرد منها لعدم ثبوته فإنه لا يشتغل المصنف والباحث ولا يشتغل المحذث ولا العالمون المجتهد بالتوفيق بينما تعارض منه مع غيره من نوعه بل يكتفى برده من بعد ما تبين وجه هذا الرد ومن بعد ما تبين كذلك سببه الشرط الثاني أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري فلا تعتبر من مختلف الحديث تلك الأخبار والآثار التي يفسد أولها آخرها أو آخرها أولها وقد ذكر الإمام بن قتيبة رحمه الله نمادج منها في تأويل مختلف الحديث وإنما تعد هذه وأمثالها من نوع مشكل الحديث سيأتي تعريفه بإذن الله تعالى الشرط الثالث أن يكون الحديث المعارض صالحا للاحتجاج به ولو لم يكن في رتبة معارضه صحة وحسنة فإذا كان الحديث المعارض ضعيفا فإن الحديث القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر وضعفه فحينئذ يمكن للمعارضة أن تقع بينهما أما الشرط الرابع أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين المتضادين ممكنة وقد تستبين معالم الطريق بصفة أكثر وضوحا إذا علم أن الحديث باعتبار المعارضة وعدمها ينقسم إلى أقصى من ثلاثة الأول المحكم وهو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة كما بينا الثاني الناسخ وهو الحديث المقبول الذي عارضه مثله وأمكان إثبات تأخره زمنا عن معارضه الثالث مختلف الحديث وهو الحديث المقبول الذي عارضه ظاهرا وأمكان الجمع يعني عارضه ظاهرا مثله مع إمكان الجمع قال أهل العلم يختلف الحكم في مختلف الحديث باختلاف ما لهم الأقسام وينقسم إلى قسمين هناك القسم الأول أن يكون الحديثان متعارضان مما يمكن الجمع بينهما وحكمه أنه يجب الجمع بينهما ويتعين ولا يصار إلى قواعد أخرى ما دام الجمع ممكن لأن في الجمع إعمالا للدليلين معا ولأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما جميعا وقد مثال أكثر من صنف في علوم الحديث لهذا القسم بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر والحديث في صحيح البخاري ما حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح ولد في صحيح مسلم كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح أقام على الحديث الذي يقول هذا المعنى فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبا أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فلما رأه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة إلى آخر الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أولا معاني التوكل على الله عز وجل في كل أمر وحال حتى يزيل عنهم ويرفع من نفوسهم معتقدات الجاهلية ثم يعلمهم ثانيا معاني الأخذ بالأسباب لأن الله تعالى أجر العادة في الأسباب بأنها تفضي إلى مسبباتها وأنها لا تستقل بذاتها بل الله عز وجل هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرت في هذا الحديث يخبر التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يحذث بحديثين الأول لا عدوى وهو انتقال المرض من المصاب به إلى آخر سليم ليصبح مصابا بعد انتقال المرض إليه والمراد النهي عن اعتقاد أن بعض الأمراض تنتقل بسبب العدوى وحدها لأن الأمر بقضاء الله وقضاره والحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح أي لا يؤتى بمريض على صحيح سليم أو لا يورد عليه فيكون سببا في عدوى ومرضه والممرض هو صاحب الماشية المريضة والمصح هو صاحب الماشية الصحيحة ثم أخبر أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحذث بالحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أبو هريرة بعد ذلك التحديث بهذا الحديث لا عدوى ترك بعد ذلك أن يحذث بحديث لا عدوى واستمر على التحديث بحديث لا يورد ممرض على مصح وفي رواية أخرى لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول فقال الحارث بن أبي ذباب لأبي هريرة وهو بن عم أبي هريرة كما قلنا قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحذثنا ما حديث حديثا آخر لا يورد ممرض على مصح وهو حديث لا عدوى وقد سكت عنه وامتنعت عن التحديث به فامتنع أبو هريرة عن تفسير سبب سكوته عن التحديث بحديث لا عدوى لما قاسد يراها رحمه الله وعن تحديثه بحديث لا يورد ممرض على مصح فقط فأخذ الحارث يراجع ابن عمه أبا هريرة حتى غضب أبو هريرة رضي الله عنه فراطن أي تكلم بلغة غير التي لا تفهمها العرب وقوله يعني فراطن بالحبشية هي اللغة التي رطن بها والمراض تكلم كلاما لا يفهم لشدة غضبه من مراجعة الحارث له حول الحديث فسأل أبو هريرة رضي الله عنه الحارث أتدري ما قلت؟ فقال الحارث لا فقال أبو هريرة قلت أبيت يريد بذلك أنه لم يحذث بما يقول الحارث إن أبا هريرة كان يحذث به ثم أكد أبو سلمة كلام الحارث على أن أبا هريرة حذث بهذا الحديث بقوله ولا عمري أي وخالق حياتي أو أنه لم يريد به القسم بل مجرد تأكيد الكلام لقد كان أبو هريرة يحذثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ثم عزى أبو سلمة إنكار أبي هريرة تحذثه بحديثه لا عدوى إلى النسيان أو نسخ حديثي لا يريد ممرض على مصح لحديث العدوى فاحتمال النسخ فإنما ذهب إليه أبو سلمة ظنا منهم أن الحديثين متعارضين فحديث العدوى ينفي تعذية الأمراض وحديث لا يريد ممرض يثبتها وقد قيل في الجمع بينهما إن النهي فيها إنما على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وإن هذه الأمور تعد بطبيعها وإلا فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة من به شيء من الأمراض سببا لحدوث المرض للصحيح ولهذا قال العلماء يعني لما تكلموا عن هذا وخاصة في زمان كورونا فصلوا في هذا وهناك من خصه يعني بالتأليف قالوا حشى لله تعالى أن يكون كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تعارض في الحقيقة وكذلك مستحيل أن يتعارض الواقع مع الحديث الصحيح الصريح لأن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق وما خرج من فمه الشريف إلا حق وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحنيها الإمام النووي رحمه الله ينقول عن جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحين قالوا وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعم وتعتقد أن المرض والعاهدة تعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى أما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره فنفى في الحديث الأول العدوى بطبيعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله وأرشاد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله تعالى وإرادته وقدره وعليه فعقيدة المسلمين أن الفاعل الحقيقي إنما هو الله تعالى وأن الأسباب خادمة لقدر الله تعالى فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جنازما بأن المرض والعاهة لا تعدى بطبيعها إلا إذا شاء الله تعالى ولهذا قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة بتخفيف الميم على المشهور ولم يذكر الجنهور غيره وحكي بتشديدها فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء أو الضباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأولى؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لكن علينا بالأخذ بالأسباب وهو الابتعاد عما في ظاهره قد يعدي لقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أي من حيث السبب والحقيقة لا عدوى لأنه قد يؤثر المرض والعاهة إذا شاء الله تعالى وهذه حقيقة طبية نعم قد يحمل الإنسان المرض ثم لا يقع في المرض قد يحمله إلى غيره وإذا لم يشأ لا تؤثران فالعبد يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله فقد يبتعد السليم عن المريض وبعد ذلك يمرض السليم وقد يختارب السليم من المريض ولا يأدن الله تعالى بالعدوى وهذا أمر ملاحظ لا مجال لإنكاره وأكده الأطباء وأكدته التجربة فعليه إذن هناك حقيقة وهناك سبب فالحقيقة إن كل شيء خرقناه بقدر والسبب وآتيناه من كل شيء سبب فاتبع سببا إذن لا بد أن ننتبه إلى هذه الحقيقة فالمرض والعاهة ليست فيهما قوة ذاتية مؤثرة في الغير ولكن إذا شاء الله تعالى أن يؤثر أذن في التأثير وما هم بضارين به من حذن إلا بإذن الله لهذا قرر العلماء يستحيل التعارض من كل وجه بين حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير في الباعث الحديث والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجهين كالناسخ والمنسخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسخ وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه إلى آخر هذه المباحث التي تذكر في علم أصول الفقه وقد يستحيل أن يتعارض نص شرعي وحقيقة كونية هذا مستحيل لكن يقع الإشكال بين الحديثين يقع الاختلاف بين حديثين وهذا الاختلاف هو صوري وهما يسمى عند العلماء بمختلف الحديث الذين تدرسوا نوعه الآن حديث ظاهرها التعارض والواقع أنه لا تعارض بينها عند التأمل العالمي المجتهدي البسيطة ما رأينا في هذين الحديثين ولهذا قال الحافظ بن حجار أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بهذه الصحيح سببا ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب كما جمع بينهما ابن الصلاح رحمه الله تعالى تابعا لغيره قال والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه وقد صحى قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجراب كما سمعتم يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في التاني كما ابتدأوا في الأول أما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الدرائع لألا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسماً للمادة لكن ما ذكره الإمام بن الصلاح هو الأقرب وهو الذي مال إليه كثير من العلماء مجمور العلماء وعليه الأطباء كافة ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قوماً يعتقدون أن الشيء يعذي بنفسه فقال لا عدوى كما بينت سابقاً ولله الحمد إذن هذا القسم الأول أن يكون الحذيثان المتعارضان مما يمكن الجمع بينهما القسم الثاني أن يتضاد الحذيثان ويتعارض على وجه لا يمكن معه الجمع بينهما وحكمه لا يخلو الأمر في مثل هذا من إحدى حالتين أن يثبت نسخ أحدهما الآخر الحالة الثانية أن لا يعرف التاريخ ولا يمكن النسخ فيصار عندها إلى الترجح يصار عند ذلك إلى الترجح كما ذكر علماء الأصول فإذا لم يظهر لأحد الحذيثين وجه مرجح له على الآخر فيتوقف عند إذن عن العمل بكيلة الحذيثين ويذكر الحافظ بن كثير حكم التوقف أيضا ويضيف قائلا أو يهجم فيفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل الإمام أحمد في الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم وتفصيل هذا وبيانه يحتاج إلى وقت ويخرجنا عن مقاصد علم الحذيث مثاله حذيث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحذيث الذي أخرجه الإمام الترميدي رحمه الله في أبواب الطهارة وكذلك حذيث الماء طهور لا ينجسه شيء إلى ما غير طعمه أو لونه أو ريحه قد أخرجه ابن ماجه كذلك في أبواب الطهارة فظاهر الحذيث الأول أن الماء إذا بلغ مقدار قلتين فأكتر لا يمكن أن يكون ناجسا سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير وظاهر الحذيث الثاني أن الماء يتنجس إذا تغيرت إحدى أوصافه كان قليلا دون القلتين أو كثيرا كان أكثر من القلتين فظاهر كل حذيث معارض للحذيث الآخر ولكن يمكن الجمع بين الحذيثين بقول إن كل حذيث منهما يخصص عموم الحذيث الآخر فالماء إذا بلغ قلتين لا يمكن أن يكون ناجسا إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه وإذا لم يبلغ قلتين تنجس وإن لم تتغير إحدى أوصافه وبذلك يكون قد عملنا بالحذيث معه ودفعنا عنهما إشكال التعارض هذا ما ذكره بعض أئمتنا وقد فصلت في هذا وإلى الله الحمد وبينت أوجه الجمع بينهما في شرح على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في مباحث الطهارة من المتن المبارك لسيدي بن عاشر رحمه الله تعالى لكن الذي ينبغي أن أؤكده إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض بحال من الأحوال الله تعالى يقول وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحين يوحى وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومحال أن يقر الله تعالى رسوله على تناقضين إذن لن تفتي الحكمة من التكليف ومن اتباع الرسول كيف وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوات أسوات في قراءة أخرى حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بإذا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصل إلينا بعد روايته متعارضا ظاهرا من حيث الظاهر لمن حيث الحقيقة وإنما يكون ذلك لاختلاف الرواة في نقله بحيث يمكن ترجيح رواية على أخرى أو يكون ذلك لعدم القدرة على التوفيق للوهلة الأولى ثم يقومون بالتوفيق بأن يحمل عام على خاص أو يجمعون بين المطلقي وبين التقييد إلى آخره من القواعد التي أصلها علماء الأصول فكلامه صلى الله عليه وسلم منزم عن التناقض لا بد ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال وأولى أن لا يشك عالم في لزمها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وعليه يعتبر علم مختلف الحديث من أهم أنواع علوم المصطلح نظراً لاحتياج جميع العلماء المختصين بالعلوم الشرعية كافة إليه فيحتاجه المحدث والمفسر والفقيه والأصولي والمتكلم وغيرهم قال الإمام النووي رحمه الله هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ومن يطالع بعض المصنفات في هذا الفن ككتاب اختلاف الحديث لإمام الشافعي ومشكل الآثار لإمام الطحاوي ومشكل الحديث لابن فورك يدرك أهمية هذا العلم في معرفة الأحكام الفقهية وفي دفع المطاعم عن هذا الدين الحليف من قبل أعداء الإسلام من الزنادقة ومن الشاكينة في سماحة الإسلام وفي رسالة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ومن صار علام منهاجهم واتبع خطاهم هؤلاء الذين ادعون أن الأحاديث تناقض رضاها أو تخالف القرآن الكريمة فيتسرعون في حكمه عن قصد فيحكمون بما بدى لهم للولاة الأولى ولأسف قد تبع هؤلاء بعض الجهلة أو المتجاهلين من أبناء جلدتنا احتراح بعضهم يعارض القرآن الكريمة بأحاديث واهية جهلا منه بأن الضعيف لا يعارض به القوية الثابت ومن ثم فلعلم مختلف الحديث أهمية كبيرة في فهم الحديث النبوي فهما سليما وفي استنباط الأحكام الشرعية من السنة النبوية استنباطا صحيحا حيث لا يتم ذلك إلا بمعرفة هذا العلم وما من عالم كما قلنا إلا وهم اضطرون إلى هذا العلم ومفتقرون معرفته ومن ثم فقد تنوعت عبارات الأئمة في بيان مكانته وعظيم منزلته قال الإمام النووي رحمه الله كما في تدريب الراوي للسيوطي هذا من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف جميع العلماء من الطوائف كما أنهم ذكروا ضوابط في معرفة مختلف الحديث أولا لا يعد اختلاف التنوع من مختلف الحديث الضابط الثاني لا يعتبر أثر الأحاذيث الضعيفة في مختلف الحديث الضابط الثالث لا يعتبر أثر الموقوف والمقطوع في مختلف الحديث وهذه الضابط أشار إليها الإمام الشافع رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث في باب اختلاف من جهة المباح ولهذا ألف العلماء المصنفات والمؤلفات في هذا الباب هناك اختلاف الحديث للإمام الشافع رحمه الله تعالى وهو من أول ما ألف في هذا الموضوع هناك تأويل مختلف الحديث في الرد على أعزاء الحديث والجمع بين الأخبار التي ادعوا التناقض والاختلاف للإمام ابن قطيبة الدينوري رحمه الله تعالى أبي محمد عبد الله بن مسلم هناك مشكل الآثار لإمام التحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى وهو من أجل الكتب وأحسنها في هذا الموضوع هناك مشكل الحديث لابن فورك أبي بكرين محمد بن الحسن هناك التحقيق في اختلاف الحديث لابن الجوزي أبي الفرج البغداد رحمه الله هناك كذلك دفع التعارض عن مختلف الحديث هذا من المعاصرين وكذلك هناك مختلف الحديث بين الفقهاء والمحذيثين هناك مختلف الحديث وموقف النقاد والمحذيثين منه كذلك من المعاصرين الذين ألفوا في هذا الباب ثم قال الناظم رحمه الله وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ وحيث لا يمكن الجمع وعرف التاريخ وتبت المتأخر منهما أو بأسرح منه فالمقبول إذا وجد ما يعارضه ولم يمكن الجمع بينهما وعرف التاريخ فإن الثاني هو الناسخ وإن الأول هو المنسوخ فذلك المتأخر الناسخ وتسميته ناسخ من باب المجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى فذلك الناسخ والمنسوخ والمتقدم هو المنسوخ والنسخ كما هو معلوم رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هذا من حيث تقرير البيت ومن حيث التعريف اللغوي والاستلاحي فالناسخ اسم فاعل من نسخ ينسخ نسخ والنسخ معناه الإزالة ومنه نسخة الشمس الظلة أي أزالته وأيضا من معانيه النقل ومنه نسخة الكتاب نقلت ما فيه أما في الاصطلاح فالنسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر والناسخ كل حديث دل على رفع حكم شرعي ثابث من حديث سابق والمنسوخ كل حديث رفع حكمه ومعرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث هو علم مهم وصعب هذا يروى عن الإمام الزهري رضي الله عنه أنه قال أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا الناسخ من المنسوخ ولا يتأهل معرفته إلا الأئمة الكبار الذين لهم علم وإحاطة بالروايات وبمقدمها ومؤخرها وقد كان للإمام الشافع رحمه الله يد طولة وصابقة أولى في هذا العلم فقد قال الإمام أحمد بن حنبلي لمحمد بن مسلم بن وارا أحد أئمة الحديث بعد أن قادم بغدادة من مصر كتبت كتب الشافعي اسأله فقال لا قال فرت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعية رحمهم الله جميعا لكن كيف يعرف النسخ في الحديث يعرف ذلك بأمارات بعلامات أولا صريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ مثال ما رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة والحديث صحيح المعلوم رواه الإمام التلمذي في السنن ثانيا تصريح الصحابي بالنسخ يعني يعرف النسخ بقول الصحابي رضي الله عنه بتصريح منه كقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار والحديث في سنن أبي ذاود ثانيا معرفة الثاريخ مثاله حديث شداد بن أوسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم كما في سنن أبي ذاود في كتاب الصوم هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح في كتاب الصوم فقالوا إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداء سنة عشر في آخر حياتي النبي صلى الله عليه وسلم المباركة أما حديث شداد فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في سنة تمان للهجرة وبذلك يكون حديث شداد متقدمة وحديث سيدنا عبد الله بن عباس متأخرة فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا رابعا من العلامات دلالة الإجماع أو دلالة الإجماع يعني أن تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ مثاله حديث في حكم الشخص الذي يشرب الخمر مرة رابعة بعد النهي عن ذلك كما رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجردوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه نعم والحديث صحيح يعني يمكن أن ترجع إلى صحيح مسلم ولكن قلت يمكن أن ترجع إلى المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج الإمامي أنه رحمه الله عندما تكلم عن هذا الحديث فقال ذل الإجماع على نسخه وأنبه كذلك أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ غاية ما هناك أنه يدل على وجود ناسخ غيره من كتاب أو سنة لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ يرفع بدليل الإجماع وقد تكلم العلماء في شروطه وفي إحواله وهذا ينظر في علم أصول الفقه ولهذا قالوا يا انبغي أن يكون المنسوخ الشرعيا لعقلية أن يكون الناسخ منفصنا عن المنسوخ متأخرا عنه فإن المقترن كالشرط والصفات والستناء ولا يسمى نسخا بل تخصيصا أن يكون النسخ بشرعين فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل بسقوط التكليف لا يكون المنسوخ مقيدا بوقفين وإلا فلا يكون القضاء ذلك الوقت نسخا له أن يكون الناسخ كمثل المنسوخ من القوة أو أقوى منه أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى يلزم البداء أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد يعني الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزل ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأيد ولا يتأقت وكذلك تكلم في الأوامر في نسخها وإثباتها فقسم ثبت لفظه وحكمه وقسم ارتفع حكمه ولفظه وقسم ارتفع لفظه وبقي حكمه وقسم ارتفع حكمه وبقي لفظه ففي هذه الأقسام الثلاثة الأواخر يقع النسخ أما القسم الأول فلا نسخ فيه أيضا ومن هنا قال ابن حزم رحمه الله تعالى إن النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي أما عن الاستفهام والخبر والرغبة فلا يقع فيها نسخ وإنما يسمى الرجوع عن الخبر وعن استفهام استدراك والرجوع عن الرغبة يسمى استقالة أو تنزها عم من حط إليه قبل ذلك فمثلا قول الله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إنما هذا أمر لنا بأن نؤمن كل من دخل المقام سيدنا إبراهيم وهذا ليس من الخبر ولو كان خبرا لكان كذبا حشاه لأنه قد قتل الناس حوله ظلما وأدوانا وهناك مباحث أتركها إن شاء الله تعالى إلى ألفية السيط رحمه الله في قضية نسخ القرآن بالسنة وفي نسخ السنة بالقرآن مباحث جليلة ودقيقة عند علمائنا وكذلك في مثبته ومنكيره وهي من المباحث التي اهتم كذلك بها الأنصريون ألف العلماء الكتب في الناسخ والمنسوخ هناك الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد بن حنبل الشيباني هناك الناسخ الحديث كذلك ومنسوخه للحافظ بن شاهين أبي حفص رحمه الله تعالى وهم من أهم كتب في الموضوع هناك إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى هناك الاعتبار في بيان الناسخ المنسوخ من الآثار الحازمي أبي بكر رحمه الله تعالى وهو من أحسن الكتب في هذا الموضوع رتب فيه المؤلف الأحاديث المنسوخة على أبواب الفقه وكتب مقدمة قيمة تحدث فيها عن ناسخ الحديث وعن منسوخه ففصاله وبينه جزاه الله خيرا نقف عند هذا الحد والله تعالى يقول الحق ويهدي السبيل والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة